السلام عليكم. اهلا ابنائي وبناتي. طلاب وطلبات الصف الثالث الابتدائي. هنكمل دلوقتي مع بعض ان شاء الله منهج سمارت ثري. عندنا يونت سافن بي الجزء الثاني من الوحدة السبعة. عنوان الوحدة التعيثنا ايه? طوم وانتس ابيج بايك. طوم وانتس ابيج بايك. يعني يريد يعني طوم يريد ايه? ابيج بايك. مين فاكر بايك يعني ايه? اللي هي دراجة. يعني طوم عاييز دراجة كبيرة. طوم يريد دراجة كبيرة. ما شوف مع بعض اليونت بتاعتنا. وا لو وعزين تشوف الدروس اللي فاتت هسيب لكم الرابط بتاعتها في صندوق الوصف ان شاء الله. كمان هسيب لكم ان شاء الله رابط صفحة تلفز في يوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام. ومتنسوش هسيب لكم ان شاء الله رابط لتدريبات اضافية على الوحدة في صندوق الوصف بالاجابات بتاعتها. تقدروا ترجعوا لها بعد ما تشوفوا الفيديو بإذن الله يلا نبدأ مع بعض شايفين عندنا هنا كان بكتر كم صورة عندنا صورتين بكتر نمبر وان ايه اللي احنا شايفينه هنا بكتر نمبر وان عندنا رجل وسيدة وفي طفل صغير اها وشاكلهم كده وقفين فين انا شاب في محل شاكلهم بيشتروا حاجات لان فيه العاب وحاجات كده نشوف بقى البيع هنا بصاحب المحل بيقول لهم ايه لما هاجي ادخل اي محل اول حاجة هيقول هالي البيع في المحل ايه هل يمكنني مساعدتك اي خدمة تحب اجيب لك ايه اي خدمة او هل يمكنني مساعدتك دي اسمها can i help you can i help you can i help you هل يمكنني مساعدتك يعني ايه can i help you can i help you يبقى البيع هيقول لي ايه لما اجي داخل محل اشتري حاجة هيقول لي can i help you فهي قالت له ايه yes please ايوه هرد اقول له ايه من فضلك انا عايز ايه yes please وبعدين اطلب بقى الطلب اللي انا هطلبه فقالت له i want a present i want a present يعني اريد هدية for my son لابني عايز اهدية الابني it's his birthday لان ده وبرو نسبة ايه هايد ميلاده فبيقول لها do you like this scooter هو بيشاور لها كده على السكوتر وبيقول لها السكوتر دوت عجبك do you like يعني هو عجبك do you like this scooter فقالت له no i don't فاكرين لما السؤال يبدأ بdo او does بنرد بايه yes or no ده في زمن ايه اللي خدناه في اليونت اللي فاتت present sample tense زمن المدارعة البسيط فقالت له no i don't مش عاجبني امال ايه انا اريد دراجة كلمة i want يعني ايه يعني انا اريد فقالت له لا مش عاجبني ده انا عايز ادراجة فبعدين جابوا الدراجة هو البايكة هي فقال له how about this blue one ايه رأيك في الزرقة دي الدراجة اللونها ازرق how about يعني ماذا عن ما رأيك فيها فقالوا له ايه no it's small and slow لا ادي صغيرة وبطيئة مش عاجبينة الدراجة دي بعدين قالت له can you get him a bigger one ممكن تجيب له دراجة اكبر منها can you can you يعني هل يمكنك can you اما جاتلو بطلب مهذب من حد اقول له من فضلك ممكن تجيب له ممكن دي اسمه can you can you get him a bigger one ممكن تجيب له واحدة اكبر فقال لها here you are يعني تفضله this is a bigger one دي اكبر but it's expensive لكنها طبعا اغلى في الثمن never mind قالت له never mind مش مهم can i have this cuddly toy for his sister too بعد ما خلاص خدت البايك تتاخد البايك دي كمان طلبة a can i هل يمكنني can i have ممكن كمان اخد اشتري can i have this cuddly cuddly toy يعني الدمية الدمية المحشوة العرس المجسمة اللي هي كلها زي الدباديب والحاجات دي حاجات محشوة فقال له انا عايزة cuddly toy دي يبقى cuddly كلمة cuddly يعني مجسم محشو cuddly toy for his sister too ممكن اخد دي four يعني من اجل عشان اخته كمان وبكده خلصت حوارها مع مين مع shop assistant البايع اللي في المحل واشتروا presents بتاعتهم let's read the vocabulary يالله نقرأ الكلمات بتاعتنا كلمة محل لعب اسمه toy shop هما طبعا كانوا فين هنا toy shop في محل الالعاب محل الالعاب اسمه toy shop toy shop toy shop الالعاب المجسمة اللي هي الحاجات المحشوه زي الدبديب وكده اسمها cuddly toys cuddly 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 toys cuddly toys cuddly toys الدبدوب اسمه teddy bear اللي هتدوب اللعبة teddy bear teddy bear teddy bear teddy bear دراجة bike 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 دمية doll 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 السكوتر طبعا برضو اسمه scooter 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 طائرة ورق kite 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 ابنة daughter 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 صديق صديق يعني friend 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 slow بطيء يعني slow 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 سريع fast 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 يغنى صن 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 غ المنه expensive 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 رخيص الثمن cheap تفضل لا عليك أو لا يهم هدية لي من أجل الحرف الجري هنا اسمه يبقى لي أو من أجل اسمها الأولاد هنا بيسألوا عن إيه بقى الحوار هنا زي ما اتفقنا أنه في طوي الشاب اللي هو في محل الألعاب لما يجي أدخل أي محل المفروض البيع في المحلة يقول لي هل يمكنني مساعدتك اللي هي ازاي بقى يبقى أنا لو عندي محل وبيبيع لما يجي أحد يشتري مني يقوله إيه واللي عايز يشتري بقى هي يقول لي وبعدين يقول بقى هو عايز إيه يقول أنا أريد أنا أريد يعني I want yes please I want a present for my son يعني أيوم انفضلك أنا أريد هدية المين لابني يلا مع بعض نقول كده لضعي لك القصيرة دي مع بعض can I help you can I help you yes please yes please I want a present for my son I want a present for my son ده ربع المحادثات دي مع أصدقائنا الجرامر هنا بيفكرني تاني بزمن إيه اللي كلمنا عنه في اليونت بتاعتنا the present sample tense زمن المضارع البسيط بس هنتكلم عنه النهاردة مع الverb want want يعني يريد لما يجي أقول أنا أريد أقولها إزاي طب هو يريد هقولها إزاي وهي وهم وكلام ده نشوف مع بعض كده زي ما اتفقنا إننا في المضارع البسيط بنستخدم التصريف الأول للفعل يعني الفعل بدون أي إضافات يعني كلمة يريد اسمها want فأنا لما يجي أقول أنا أريد هقول I want ومع زاي ويو والاسم الجامع نفس الكلام هحط الفرب من غير ما أضيف له أي حروف I want زي want you want زي لما أقول أنا أريد دراجة هقول I want a bike لكن لو الجملة بدأ بhe she at or a singular noun يعني أي اسم مفرد بقول إيه بقى ما بقولش want بقول wants بضف لها اللتر إزاي ما احنا اتفقنا قبل كده اللتر S مع he she at وأي اسم مفرد بنضيف للفرب S أو ES وكلمة want مش محتاجة ES لأن ما فيش في نهايتها الحروف اللي اتفقنا عليها قبل كده اللي هي S S S S H C H O أو X أو Z فمنضيف لهاش غير أس بس فمع هي she at والمفرد هنقول wants زي لما نقول هي تريد she wants a cuddly toy she wants يعني هي تريد يبقى مع هي she at والاسم المفرد هنقول إيه wants لما أستخدم الفرب want لو يريد في الناجاتب في النفي بنفي بإيه بنفي بحكتين don't or doesn't don't أو doesn't وبعدهم هما الاتنين بنستخدم الفعل في المصدر بدون أي إضافات فهقول don't want أو doesn't want إمتى هقول don't want لو الجملة بدأ ب I, we, you, they و plural noun يعني أي إسم جمع وإمتى هنستخدم doesn't want لو الجملة بدأ ب he, she, it أو a singular noun يعني أي إسم مفرد زي الأمثلة دي لما يقول أنا لو أريد سكوتر أنا مش عايز سكوتر أنا يعني I هتاخد a don't ولا doesn't هتاخد طبعا don't يبقى I don't want a scooter لكن لما نقول she she بتاخد doesn't فأقول she doesn't want at all يبقى ناخد بالنا في النفي بنفي ب don't أو doesn't بس بعدها الفعل في المصدر يبقى الفعل الفرب بتاعلي ويريد want اسمه إيه لما اجي أقول أنا أريد هقول I want لكن هو يريد أو هي هقول he wants أو she wants في النفي هقول I don't want ومع هي وشي وقات نقول she doesn't want sentence formation بنتكلم عن إيه هنا في تركيب الجملة بيقول لي الحاجة اسمها a sentence fragment fragment اللي هي الجملة الغير مكتملة اللي مش مدية معنى مصبوط جملة نقصة اللي معيبار عن إيه a word group that doesn't have all the basic forms basic parts of a complete sentence and doesn't express a complete thought كلمة نقصة فيها مجموعة كلمات متعماش مكونين جملة لها معنى فبي نسمي الجملة الغير مكتملة دي إيه فراجمنت 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 زي الجملة دي مثلا I happy هنا إيه اللي نقص الverb A verb is missing ليش حاجة اسمها I happy لازم أقول I am happy أو I was happy أو I am not happy لازم يبقى فيه فعل في الجملة يبقى دي غلطة يبقى دي فراجمنت يبقى جملة مصبوطة ما تتقلش عليها جملة كمان كلمة plays basketball مفيش جملة اسمها كده مفيش فاعل الجملة لازم تبدأ بفاعل ولو هي جملة أمر كانت بدأت بالفعل في المصدر وده مش في المصدر plays هنا أخرها قسم مفروض كان قبلها هي أو شيء أو it أو اسمه فراد يبقى هنا a subject is missing يعني الفاعل مش موجود يبقى دي كمان بنسميها جملة غير مكتملة يعني fragment after he eats his breakfast it doesn't have a complete thought لما أقول بعد ما تناول فطاره وبعدين سكت ما كملش يبقى دي برضو جملة ما كملش المعنى بتاعها ما كملش الفكرة بتاعتها يبقى دي بنسميها برضو fragment يبقى الجملة غير مكتملة اسمها fragment يلا نحلم مع بعض كده نشوف فهمنا ايه وما تنسوش تشوفوا رابط التدريبات الإضافية اللي هسيبه لكم بسندوق الوصف ان شاء الله number one he want a bike he في النفي مع هي بستخدم ايه don't ولا doesn't في المضارع البسيط طب أنا عندي اصلا is isn't طب isn't ما هي isn't ممكن تجمع هي طب احنا ليه مش نخدها هنا الاول لان want هنا فعل في المصدر infinitive في المصدر و isn't ما بيجيش بعدها مصدر و ما بيجي بعدها verb ing لانها بتيجي مع زمن present continuous يعني المضارع المستمر فمفروضا انا هنا اختار بين don't و doesn't نختار بقى منهم ايه اللي تمشي مع هي تمام doesn't هي اللي تنفع مع هي يبقى he doesn't want number two he a computer هو يريد computer مع هو مع هي هستخدم ايه من فاكر تمام he wants مع هي she it بستخدم كلمة wants اللي اخرها اس number three she a kite هي تريد طيارة ورق مع هي و she و it برضو اتفقنا لناخد ايه wants اللي في اخرها اس number four she doesn't doesn't بيجي بعدها ايه هي و don't ايوة infinitive يعني مصدر يبقى بدون اي اضافات يبقى she doesn't want number five i want a scooter انا اريد scooter i want a toy car انا عايز scooter يبقى انا مش عايز a toy car مش عايز عربية لعبة طيب اي في النفي بنفي بكلمة ايه مع اي في المدارع البسيط بنفي ب don't i don't want a toy car طيب ليه ماخدناش ام ناط ما هي ام برضو بتيجي مع اي لان ام و اس و ار بيجي بعدهم فرب اي ان جي وده زمن تاني لو ابرزن كنتين واس مدارع مستمر يبقى انا هنا ماخد بالي لما يكون ده infinitive مصدر يبقى كان قابله محتاجين ايه don't او doesn't number six they a puzzle مع they ايه اللي ينفع مع زي في دول ايوة want فيها اللي في دول اي اضافات لانه زي ضمير الجامع يجي بعده الفرب في المصدر they want a puzzle يعني هما يريدوا لعبة الغاز باقي التدريبات دي اسفها لكم ان شاء الله الرابط بتاعها في صندوق الوصف عشان تقدروا تحملوها وتشوفوا كمان الاجابات بتاعتها عشان ترجعوا بعد ما تحلوها باذن الله well done احسنتم thank you تابعوني نكمل باقي المنهج ان شاء الله وكمان ما تنسوش تابعوا كورس تأسيس الجرامر هسيب لكم كل رابط دي في صندوق الوصف باذن الله كمان هسيب لكم رابط صفحة الفيس ويوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام thank you goodbye